وده سؤال محير ومزعج جدا بالنسبة للناس ازاي فيه عذاب قبر قبل يوم القيامة وقبل الحساب وموضوع القبر ده وظلمة القبر من المواضيع المقبضة جدا جدا اللي الواحد ساعات بيشعر كده ايه وفيه الرحمة في الموضوع ده وانا الحقيقة لفيت في كتب اهل العلم قديما وحديثا من اهل السنة اهل العلم المتخصصين اللي قرأوا القرآن بفهم العلماء وبعلم العلماء وقرأوا السنة بفهم العلماء وعلم العلماء وكان نفسي ان انا لقي عالم متخصص يقول مفيش عذاب قبر عشان اقول يا جماعة مفيش عذاب قبر واجه فرح الناس اللي بتفرج علي لكني الحقيقة ما لقيتش وراء متخصص بيتكلم في الموضوع ده واللي تكلم في عدم وجود عذاب القبر نفى الحياة البرزخية كلها فلا عذاب ولا نعيم انما جثة هامدة رأدة واحنا الحقيقة عندنا قرآن وسنة فيه اجماع من العلماء ان فيه حياة اسمها حياة البرزخ ومن ورائهم برزخ كلمة من ورائهم دي كلمة من كلمات القضاد في القرآن وراي يعني قدامه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون زي ما تقوله كلا انا ورايا شغل كتير يعني قدامي شغل كتير فسدنا النبي بيقول في السنة القبر روضة يعني جنينة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار نوديها فين دي وكم من آيات القرآن اللي لما بتتضافر مع آيات السنة مع حديث السنة بنفهم ان فيه حياة في القبر فيها نعيم وفيها عذاب وبعدين بعض الناس الطيبين يقول ايوة بس ربنا قال في القرآن في سورة ياسين لما الايام تقوم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون استنوا العلماء قالوا المفسرين قالوا ان ما بين النفختين رقدة مش ربنا بيقول ونوفخة في السور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض في رقدة هنا الا من شاء الله ثم نوفخ فيه أخرى ما بين الأولى والأخرى في رقود تام فالناس اللي في المقابر لما يقوموا في النفخة التانية كان فيه رقدة من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وبعض الناس الطيبين برضو يقولك لا ما فيش عذاب قبر وبرضو ده نفي للنعيم نفي للحياة اللي فيها متعة أو فيها إيلام بيقول لأن ربنا في القرآن بيقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخله قال ثرعون أشد العذاب أيوما سيدنا النبي قال كده قال إن الإنسان اللي مش كويس هيشوف مقعده من النار سيعرض على مقعده دلون من الألوان العذاب لكن فيه ألوان تانية من ألوان العذاب ذكرت في السنة الشريفة اللي ما كانش بيصلي ومات ما بيصليش ولم يغفر له اللي كان بيكذب كذبات تخرب البيوت وتقطع الأرزاق ده من أحد ألوان العذاب اللي كان بيسلف الناس بالربة ويمص دمهم ويرهقهم وما يساعدهمش فيه أحاديث في السنة الصحيحة ما نقدرش نهرب منها نفس الأحاديث دي اللي بتقول إن الناس الطيبة هتتنعم في القبر ويبقى عندهم حياة وهيتقابلوا فيها وهنشوف الناس اللي وحشانة قال صلى الله عليه وسلم فإذا وضع الميت في قبره ده النص بتاع الناس الطيبين إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع النعال فيأتيه ملكان فيجلسانه من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم فإن كان من المؤمنين قال أشهد أنه كان رسول الله فينادي المنادي من السماء انصدق عبدي فافسحوا لعبدي في قبره مد البصر فيأتيه من ريح وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من عطر الجنة وافرشوا له في قبره من الجنة ثم يرى مقعده من الجنة انتهى تخشي الحتة دي فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي تقول لي إزاي كلام ده قبل الحساب أقول لك آه ما هو العذاب اللي في القبر قبل الحساب ده جزء من تكفير السيئات كما قال الإمام ابن القيم في مراحل تكفير السيئات اللي جزء منها بيبقى بابتلاءات الدنيا وجزء منها بما في القبر وجزء منها من طول وقفة يوم القيامة وهكذا فده شيء طبيعي جدا جدا اتفق عليه أهل العلم إن جزء مما يمحص يعني ينقى بيه العبد لو مات وسيئاته كتير وكم من أصحاب الكبائر والظلم والطغيان لكن أصلا ربك واسع المغفرة فشرحي لمسألة عذاب القبر ده مش عايز أخوف حد أنا بس بقول كيف تقارب ما بين القرآن والسنة ونحترم إجمع أهل العلم اللي محدش فيهم نفى الحياة سواء بالنعيم أو بالعذاب عشان ما تحترش في المسألة دي وكلنا بعون الله مرحمين بإذن الله